السلام عليكم البنات بخير لبسعيكم اتمنى انكم في احسن احوال سوف نشارك معكم الصابلي يجري غزال العجين لا تنظر الصور المقادر سوف نشارك 150 جرام زبدة مارغارين 250 جرام الزبدة سوف نضمج المطبخ لا تنظر صعيبة في اندمجها مع المكونات المقادر رابعة الزبدة كيسان سكار حبيبات نضيف زبدة نضيف زبدة سوف نضيف الزبدة نضيف زبدة نضيف زبدة الزبدة زبدة نضيف صعبة صعبة الزبدة صعبة يجب صعبة 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 نضيف صعبة صعبة لطيف صعبة رابعة صعبة 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 ضبدة زبدة سوف نضيف نضيف طحين ونضيف الخميرة نضيف منع كمية كاملة لأن الخميرة في إيطاليا نضيف 4 معلقة صغيرة نضيف طحين أو الفورس الأبيض نضيف طحين تدريجيا نضيف الطحين ونضيف مرخوفة نضيف طحين تدريجيا نضيف طحين تدريجيا نضيف طحين تدريجيا أن نضيف طحين تدريجيا نضيف طحين تدريجيا المنسمات تبقى اختيارية أحسن لن نقوم بعمل عجينة كبيرة ونضيف فيها المنكيهات هناك الكراميل الكراميل سوف نضيف المنكيهات ونضيف المنكيهات نضيف المنكيهات ونضيف المنكيهات المنكيهات تبقى خسارية أقوم بعمل عجينة نضيف المنكهات ثانية نضيف نقوم بسبب المنكيهات الزفوم مما رأيك ونضيف مما رأيك المنكيهات هي سائلة ماشي غبرة سوف نجمع العجين وهنا سوف ننكي العجين سوف نحاولها في بلاستيكة و سوف نديرها في التلاجة و سوف نجمعها لكامل البنات من الأحسن هذا العملية سوف ندير الفلو الفاني سوف ننكيها بالفلو المنكيهات تبقى على حساب المتوفر عندكم سوف نجمعها بالنهار سوف نجمعها بالليل و نديرها في التلاجة و نجمعها في التلاجة و يجي مقاد و لا يتغير سوف نضيف بلاستيكة و سوف نضيف العجين لكي نحتفظ سوف نقصد بها في التلاجة و حتى الغدلة تساعدك حتى لا تتمحنيش لكي تبدي تصيب فيها يعني لا تحسيش بدك التعف و سنك تكون يبدك ببوحدك والصابلي نحن عارفين في الخدمة سوف نجمعها هنا الغدلة في الصباح من بعدها ما فقط سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها حتى الغدلة سوف نقصد بها و سوف نجمعها سوف نجمعها و اسمعها سوف نجمعها و سوف نجمعها سوف نجمعها من المجمع سوف تكون باردة طبيعية سوف تطلق معكم سوف نجد القطع سوف نشكل في الصابلي سوف نجد القطع سوف نقطع البنات سوف نضح الفر سوف نجد حرارة سوف نجد الخطع تعرفل المشكل سوف نجد القطع كيف لا تشاهده دائرية وقد رأيت هذه الشكل نتيجة لها رائعة كيف لا تقوم بها كيف تشاهده من جمعات من الصابرين الذين يدخلوا للفرن يجمع ويتقلص أو يعواج أو ينفخ بها الطريقة نتمنى ان شاء الله تجربوا او لا تردوا لي في الكومنترات شوفوا كيف يجي كي يجي روعة طلبية هذه البنات صيبتها لوحد سيدة ولدات اللي يكمل عليها بالخير وفرحها ان شاء الله بنيتها يا ربي وهذا هو الصابلي دي اننا نتمنى يعجبكم وما تبخلوش اننا بالقراء ديالكم ولكومنترات واللايكات واللي ما تشاركش يشارك معنا باش يوصلوا كل جديد وانتلاقوا في الفيديو قادم ان شاء الله الاخوات بإذن الله يا ربي شوفوا الصابلي كيف يجي تجي الحباء على الحباء ما شاء الله كي يجي مقاد وكي يجي زوين يعني ما كتضيعوش فيه وما كتضربوش تضربوش تمارا على الخواه شوفوا كيفاش كي يجي صراحة كي يجي زوين بزاف بزاف لا شكل ولا ما داق ستبقى في حتا ديك القرمشة تبقى طويلة ما كتحيتش منو شوفوا كيفاش كي يجي كي يجي شكل ديالو زوين كي يجي مقاد بماشي كي جي وحدة كبيرة وحدة صغيرة انتمنى انشاء الله يجي كون سرميك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة